تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بأطيب التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري والمسلمين حول العالم بمناسبة خلول عيد الفطر المبارك وأكد الإمام الأكبر أن العيد فرصة طيبة للتراحم بين الناس ونشر قيم المحبة والتسامح والود وصلة الأرحام بينهما داعيا إلى اغتنام هذه المناسبة الطيبة لإدخال الفرح والسرور على غير القادرين والمصدعفين والمحتاجين